شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماعي أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي سيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم حيث تم استعراض العلاقات الراسخة والمتينة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة ومن بينها الملف السوري واليمني ومكافحة الإرهاب والعلاقات بين دول المنطقة وإيران وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن الاجتماع يندرج ضمن اللقاءات المتواصلة بين الجانبين الخليجي والأمريكي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وحرسهما على تعزيز مسارة التعاون المشترك والارتقاء الدائم بأليات التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية وتفع الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وبما يكفل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة ونوها معالي وزير الخارجية بالدور الحيوية الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحرسها على التشاور الدائم والتعاون مع دول المنطقة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء المباحثات أكد معالي السيد جون كيري على أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وعلى دعم بلاده للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب معربا عن قلقه من استمرار دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله